اشتركوا في القناة دار الحضانة افنتيرات خلينا نفوت لجوة ونشوف شو الموظفين والولاد عم يعملوا عنا منهج دراسة بيتحكم بكيف منشتغل المنهج محدد من الحكومة المنهج بيقول مثلا لبيشتغل بدار الحضانة لازم يعرف امكانيات الاطفال مثل تاني مكتوب بالمنهج دار الحضانة بده يشجع الولاد يكتشفوا الدنيا لحواليون ببلدية رول هتان بنشتغل لدار الحضانة تكون مرحة امنة وتعلمية الموظفين بدار الحضانة دارسين او عندهم تخصص بمجال التربية والدراسة الموظفين والاهل بيتعاونوا لحتى كل طفول يتقدم باحلى طريقة حسب وضعه وحاجاته بدار الحضانة بيتقدم لطفلك اكل مغزة عالترويقة لفطور عالغدا وعالوجبة الخفيفة الاكل بيتكيف بحسب اي حاجات للاطفال او بمعنى تاني اكل خاص دار الحضانة بيتطور الطفل صافته وهويته دار الحضانة بتشتغل كتير عاللغة بدار الحضانة بياخد الطفل الفرصة بكير ليطور لغته لسويدية البحوث بتبين انو من الاحسن الطفل يتعلم لغة جديدة بعمر مبكر دار الحضانة هي اول خطوة بالنظام المدرسة بسويد التعليم بدار الحضانة بيحضر الطفل للمدرسة ونحنا بنشتغل لحتى الاطفال ياخدوا افضل فرص لينجحوا بالمدرسة دار الحضانة بتشمل اطفال من عمر سنة لست سنين كل الاطفال من 3 إلى 6 سنين عندهم حق لدار الحضانة من دون مقابل 525 ساعة كل سنة تقريبا 15 ساعة بالجمعة بتمنى انو تكونوا اخدتوا صورة افضل عن دور دار الحضانة فيكن دايما تتواصلوا مع ادارة التعليم اذا عندكن سؤال او بدكن اي توضيح وفيكن كمان اكيد تتواصلوا مع اي دار حضانة مباشرة اذا بدكن معلومات اكتر بتلقوها على صفحة الانترنت لبلدية ترول هتا ترجمة نانسي قنقر